التحريف الثامن والتاسع وسأحدثكم أيضاً عن التحريف العاشر التحريف الثامن والتاسع تحريفان مختصان بسقيفة بن يطوس إذن من التحريف الأول إلى التحريف السادس تحريفات خاصة بسقيفة بن ساعد التحريف السابع الذي تم الكلام فيه مشترك بين السقيفتين اللعينتين التحريف الثامن والتاسع تحريفان مختصان بسقيفة بن يطوس ألا لعنة الله عليها التحريف الثامن ما يتحدث عنه الطوسيون من التساوي في المنزلة ما بين الكتاب والعترة ناظرين إلى الأحاديث التي لم يرد فيها وصف الأكبر بالنسبة للكتاب وصف الأعظم وإنما إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي يتحدثون عن التطابق في المنزلة لا بد أن نعرف أن الحديث يتحدث عن التطابق والتوافق في جهة من الجهاد عن عدم الاختلاف نظريا وعمليا فيما بين الكتاب والعترة لكنه لا يتحدث عن التطابق في المنزلة بينت لكم من أن حديث الثقلين من الأحاديث البرزخية وسيأتينا الكلام عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إذن التحريف الثامن هو ما يعتقده الطوسيون من أن الكتاب والعترة في منزلة واحدة هناك منهم من يعتقد من أن الكتاب أعلى منزلة من العترة مثل ما جاء في التحريف السابع وهو تحريف مشترك فيما بين السقيفتين التحريف الثامن خاص بسقيفة بني طوسي اللعينة فيجعلون الكتاب والعترة بمنزلة واحدة لن أطيل الوقوف هنا لأنني حينما سأعود إلى القرآن في الحلقة القادمة ستعرفون بطلان كل هذا الكلام وستعرفون حقيقة معنى حديث العترة من خلال آيات الكتاب الكريم هذا التحريف الثامن التحريف التاسع التحريف التاسع الطوسيون جعلوا حديث الثقلين جعلوه الغاية في العقيدة وجعلوه الغاية في معرفة العترة بينما حديث الثقلين لا يمثل شيئا من ذلك حديث الثقلين حديث للمحاججة وأحاديث المحاججة تمهد الأرض وتمهد الطريقة للباحثين عن الحقيقة أكثر الذين انتقلوا من التسنن إلى التشيع في الأزمنة القديمة أو في زماننا جاءوا إلى التشيع من باب حديث الثقلين بغض النظر هل وفقوا بعد ذلك لم يوفقوا بالنتيجة دخلوا إلى التشيع من هذه البوابة فحديث الثقلين بوابة بوابة لا تمثل نهاية المطاف ولا تمثل الغاية في الاعتقاد مادة للمحاججة نحتج بها على أتباع سقيفة بني ساعد وأمثاله لا يمثل الغاية في العقيدة ولا يمثل التمام والكمال في المعرفة ولا يمثل نهاية المطاف في طريق محمد وآل محمد وستعرفون هذه الحقائق كلها حينما أعود إلى آيات الكتاب الكريم إذن هذه التحريفات سيتضح بطلانها إذا ما رجعنا إلى القرآن أتحدث بشكل خاص عن التحريف السابع وعن التحريف الثامن وعن التحريف التاسع وحتى التحريفات السابقة سيتضح بطلانها إذا ما رجعنا إلى آيات الكتاب الكريم إلا أنني أخص بالذكر هذه التحريفات لأنها هي الأخطر التحريف السابع التحريف الثامن التحريف التاسع هي الأخطر في أجوائنا الشيعية بالنسبة لأتباع سقيفة بني ساعدة مشكلتهم كبيرة جدا والحديث معهم إذا أردت أن أوجهه إليهم بشكل خاص فهذا يحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا لذا فإنني أعتبر من هذه الجهة من جهتي أن الكلام موجه إلى الباحثين عن الحقيقة من الذين يقولون نحن شيعة من أن الخطر بالنسبة لثقافة الشيعية يقع في دائرة هذه التحريفات في التحريف السابع والثامن والتاسع أخطر التحريفات هو التحريف العاشر وأخبثها وأنجسها وهذا التحريف من مبتدعات الطوسيين في زماننا في العصر المتأخر بحدود معلوماتي فإن أول من ابتدعه بشكل صريح هو المرجع الشيعي إحسين البروجردي أكبر مرجع في الخمسينات في زمانه في خمسينات القرن العشرين في حوزة قم أول من ابتدع التحريف العاشر هو إحسين البروجردي وتبعه من تبعه ومن أكثر المتأثرين به المرجع المعاصر السيستاني لأنه من تلامذة البروجردي وقد تأثر كثيرا بمنهج البروجردي ما هو هذا التحريف العاشر؟ التحريف العاشر من أننا نركز القول بخصوص حديث الثقلين على أنه يبين لنا أن العترة أن العترة أئمة في العلم في العلم الديني وهذا أخطر وأقذر وأنجس وأخبث وأوسخ وأضل وأسفه وأجهل وأقبح ما قيل في المقام كلام شيطاني معسول لكنه عسل مسموم عسل امتزج فيه خراء الخنازير مع أخطر السموم مع سموم الأفاعي فهذا هو حديث الثقلين يعرض لنا العترة على أنهم أئمة في العلم الديني خطير هذا الكلام خطير جدا حياة الإمام البرجردي كتاب لأحد تلامذته محمد واعظ زاد الخراساني من مجتهدي الحوزة القمية والحوزة الخراسانية في مشهد محمد واعظ زاد الخراساني من تلامذة حسين البرجردي حياة الإمام البرجردي وآثاره العلمية واتجاهه في الفقه والحديث والرجال هذه الطبعة طبعة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في الصفحة الحادية والتسعين وتحت عنوان أهمية التعرف على فتاوى أهل السنة كان الأستاذ يعني البرجردي المرجع كان الأستاذ يعتقد أنه يمكن فهم روايات الأئمة عليهم السلام وأقوالهم بشكل أفضل من خلال مراجعة الروايات والفتاوى الشائعة لأهل السنة في عصر أئمة أهل البيت عليهم السلام وكان يقول أحيانا فقه الشيعة على هامش فقه أهل السنة بالنسبة للمراجع الطوسيين هذا الكلام صحيح وبدرجة مئة بالمئة منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا منذ أن تأسس المذهب الطوسي اللعين وإلى يومنا هذا الكلام صحيح بالنسبة لهؤلاء أما بالنسبة لحديث أهل البيت فهذا كلام باطل كيف يكون كلام أهل البيت صلوات الله عليهم حاشية على كلام المخالفين هذا كلام الحقيقة وكلام الصدق وذلك كلام الأكاذيب والإفتراءات والترهات ولكن هذا هو المنطق البروجردي وهو نفسه المنطق السيستاني 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 أيضا يتبنى هذا المنطق في دروسه وأبحاثه هذه عملية الخلط والخبط هي هي التي أودت بالشيعة إلى الضلال وإلى عدم معرفتهم بدين العترة الطاهرة الشيعة لا يعرفون دين العترة الطاهرة الشيعة يعرفون الدين الطوسي المذهب الطوسي القذر دين العترة الطاهرة الشيعة لا تعرف عنه شيئا وهذا البرنامج برنامج الخاتمة فيه ما فيه من الأدلة والوثائق والحقائق التي تثبت هذا الأمر من أن الشيعة لا يعرفون شيئا عن دين العترة الطاهرة ابتداء من مراجعهم وانتهاء بعوامهم هكذا فعلوا فيه بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة في صفحة 186 من الكتاب نفسه على سبيل المثال من الذي يقول؟ مؤلف الكتاب محمد واعظ زادة الخراساني تلميذ البروجردي على سبيل المثال ما رأيت ما رأيت السيدة الأستاذ يعني المرجع البروجردي يطرح مسألة الخلافة على الإطلاق في جلساته العامة والخاصة في الدرس وفي خارج الدرس بل سمعته في جلساته الخاصة يقول مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها من فائدة للمسلمين اليوم؟ أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول ماذا يقول وهذا الرجل؟ هذا الشيعيون؟ ماذا تقولون أنتم؟ أين إذن بيئة الغدير؟ أين القرآن؟ القرآن يا أيها البروجردي في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته التوحيد التوحيد بكل أسراره والنبوة بكل حقائقها والقرآن بكل معارفه والإسلام بكل عقائده كل هذا يساوي صفرا من دون بيعة الغدير هذه الآية على الأقل نحن الذين نقول من أننا شيعة لعلي نعتقد بأنها في بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة فيها التوحيد بكل أسراره الرسالة فيها النبوة بكل حقائقها وغيبها الرسالة فيها القرآن بكل معارفه وعلومه وظواهره وبواطنه الرسالة فيها الإسلام بكل عقائده التي يرتبط منها ما يرتبط بعالم الشهادة ويرتبط منها ما يرتبط بعالم الغيب كل هذا يساوي صفرا من دون بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والكلام الخطير في آخر الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين أتدري ماذا تفعل يا أيها البرجردي إنك تكفر بدين الله هذا هو دين الله إن الله لا يهدي القوم الكافرين إنك تكفر بدين محمد صلى الله عليه وآله هذا في جلساته الخاصة لو كان في جلسة عامة لقلنا هناك تقية هناك مدارات هناك مجاملة ولكن في جلساته الخاصة هكذا يقول مسألة القلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين أساسا يوجد مسلمون بحسب القرآن إنهم كافرون الذين كفروا ببيعة الغدير كافرون بنفس القرآن إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي مسلمين أنت تتحدث عنهم يا أيها البرجردي أنت شيعيون بطخيون أنت من أي صنف أنت هذا المنطق هو منطق السيستاني تلميذه نفسه حينما عقد الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق في النجف جاءوا وزار السيستاني فتحدث إليهم بهذا الحديث هذا المطبوع من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف وهذا الاجتماع كان بتأريخ ستة وعشرين أهدعش ألفين وسبعة ولغاية سبعة وعشرين ألفين وسبعة أي بعد سقوط النظام البعثي ولا تقية في المقام البيان كله والحديث كله من لسانه من فمه كله يخالف منهج العترة الطاهرة وولا تحدث بلسان التقية إلى أن يقول الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر حيث ليس هو اليوم محل الإبتلاء هذا الكلام هو فمثل ما يقوله البرجردي أستاذه في جلساته العام يقوله في جلساته الخاصة وهذا هو حال السستاني أيضا هؤلاء ما هم شيعة بحسب القرآن بحسب القرآن لا بحسب أنا أنا لا أصنف الناس من أنا حتى أصنف الناس الله هو الذي يصنف الناس هذه الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فعليا في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين لا يعتقدون بالعقيدة وفقا لبيعة الغدير هؤلاء كافرون وهذا الكفر هو ألعن أنواع الكفر في القرآن لماذا؟ لأن بيعة الغدير جعلت في مكان من دونها التوحيد بكله النبوة بكلها القرآن بكله الإسلام بكله يساوي صفراً هذا يعني أن الكفر بالتوحيد سيكون أهون من الكفر ببيعة الغدير بحسب الآية لا بحسب أنا بحسب الآية الآية واضحة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والرسالة فيها توحيد ونبوة وقرآن وإسلام بكل عقائده كله كله هذا لا يساوي شيئاً من دون بيعة الغدير لماذا؟ هل القضية عبثية؟ القضية ليست عبثية لأن حقائق القرآن لم يبينها رسول الله بيّن ما تحتاج الأمة إليه ما بقي من القرآن وما بقي من حقائق الدين لم يبين لابد من جهة معصومة من قبل الله هي التي تشرف على بيانه وشرحه وتفسيره وهذا هو الذي تحقق في بيعة الغدير من هنا فإن الأصل في الدين في بيعة الغدير لا لأن القضية تخص علي صلوات الله وسلامه عليه وهناك عقدة نفسية في الوسط الشيعي أو في الوسط السني فيما يرتبط بالعلاقة مع أمير المؤمنين القضية تأخذ اتجاه آخر حقائق الدين لا يمكن أن تبين من دون بيعة الغدير وهذا هو الذي يتحدث عنه القرآن فمن دون بيعة الغدير ليس هناك من دين ليس هناك من توحيد التوحيد الذي بين أيام رسول الله بحسب مرحلة التنزيل لأن التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم في زمن النبي العقل البدوي بحاجة إلى مستوى من الفهم يتناسب معه فبيان التوحيد مما فسره النبي من القرآن بما يناسب تلك المرحلة ما بعد الغدير حيث بدأت مرحلة التأويل فإن التوحيد سيأخذ اتجاه آخر هذا هو الذي تتحدث عنه الآية التوحيد في مرحلة التنزيل غير التوحيد في مرحلة التأويل حقيقة النبوة في مرحلة التنزيل غير حقيقة النبوة في مرحلة التأويل وهكذا القرآن وهكذا عقائد الإسلام والدين والبيان في مرحلة التأويل تدريجي وهذا هو معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا من أوضح معانيه هو هذا الذي تحدثت عنه حقائق التنزيل والتأويل لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه التفاصيل لكنني أعود إلى ما قاله السستاني هكذا يقول الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر حيث ليس هو اليوم محل الإبتلاء من قال بهذا الكلام؟ بيعة الغدير عهد ثابت في أعناقنا خلافة رسول الله هي أساس ديننا حديث الثقلين هو هذا لكنهم حرفوه هذا تحريف لحديث الثقلين وهذا فهم بدوي أعرابي للدين الدين لا يفهم بهذه الطريقة هؤلاء أعراب أتحدث عن الأعراب لا من جهة الانتساب إلى القومية العربية وإنما أتحدث عن الأعراب لأن الأعراب في ثقافة العترة عنوان للنواصب ولذا يقال عن الأول والثاني الأعرابيان وما جاء في أحاديث العترة لا تكون أعراباً أي لا تكون على ثقافة النواصب على ثقافة السقيفة بني ساعد وهذا هو الذي يقوله البروجردي فماذا يقول البروجردي مسألة الخلافة لا جدوى فيها اليوم لحال المسلمين ولا داعي لإثارتها وإثارة النزاع حولها ما الفائدة للمسلمين اليوم أن نطرح مسألة من هو الخليفة الأول أن يعرف دينهم أن يعرف أئمتهم هذا هو الذي قاله إمام زماننا في رسالته إلى المفيد سنة 410 للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم هذا هو زلل البروجردي وزلل السيستاني وزلل الخوئي وزلل محمد باقر الصدر وهكذا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو نبذ العهد المأخوذ منهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنما المفيد لحال المسلمين اليوم ما هو يا أبو العريف ما هو إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادرة التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا أن نحول العترة إلى كتب من طيح الله عظكم وعظ دينكم إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادرة التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا من هنا كان السيد يعني البرجردي يؤكد على حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضل أبدا كتاب الله وعطرتي وإنهما لن يفترقا حتى يردى علي الحاو ولا يكاد يمر شهر على دروسه دون أن يذكر في مناسبة هذا الحديث لماذا؟ لأنه يستدل بهذا الحديث على أن نعرض العترة على أنهم مصادر علم ديني وهذا الذي يقصده إنما المفيد لحال المسلمين اليوم هو أن نعرف المصادر التي يجب أن نأخذ منها أحكام ديننا هؤلاء لا يفقهون معنى الدين الدين عند هؤلاء في سقيفة بني طوسي هو هو الدين في سقيفة بني ساعد وكأنه تنظيم حزبي وكأنه فكرة عقيدة قومية يجتمع عليها جمع من الناس الدين عند العترة الطاهرة ليس كذلك الدين فيه بعد تكويني وليس الدين فكرة في العقول وفي الأذان نحن لسنا في تنظيم حزبي التنظيم الحزبي فكرة يتجمع حولها جمع من الناس الدين ليس كذلك لا بد أن نعرف من أن علاقتنا مع الله علاقة تكوينية قبل أن تكون تشريعية وجودنا من الله ووجودنا بالله من دون الله هل لنا من وجود الجواب كلا من دون الله هل يستمر وجودنا الجواب كلا هذه علاقتنا بالله علاقتنا بالله ليست تشريعية علاقتنا بالله تكوينية يا أيها الناس يا من يملك هنا عقل العلاقة بالله ليست تشريعية وجودنا من الله بقاع وجودنا من الله حياتنا من الله حياتنا غير وجودنا الوجود شيء والحياة شيء الحياة هذه النشاطات التي نمارسها في أيامنا ونحن نعيش في الدنيا أما وجودنا فهو مستمر قبل أن نأتي إلى الدنيا لنا وجود قبل أن نأتي إلى الدنيا ولنا وجود بعد أن نرحل من هذه الدنيا وجودنا من الله وبقاء وجودنا من الله وحياتنا من الله وبقاء حياتنا من الله وبالله كل شيء عندنا من الله وإلى الله هذه علاقتنا بالله علاقتنا بالله ليست تشريعية ليست مرتبطة بفكرة رابطتنا بالله رابطة تكوينية كل نفس من أنفاسنا هو جزء من علاقتنا بالله كل دفقة دم في شراييننا يمثل جزءا من علاقتنا بالله كل خطوة نخطوها على الأرض تمثل جزءا من علاقتنا بالله علاقتنا بالله تكوينية يا أيها الناس قبل أن تكون تشريعية إنما التشريع يأتي في سياق التكوين لا قيمة لعلاقتنا التشريعية من دون علاقتنا التكوينية التشريع حالة طارئة على التكوين أساس علاقتنا بالله علاقة تكوينية التشريع يأتي في سياق التكوين ولي يكون دينا حقيقيا ما لم تكن هناك ممازجة ما بين التشريع والتكوين هذا هو الدين هذا دين العترة الطاهرة هل تفقهون أو لا تفقهون ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء هكذا نخاطبهم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم من أراد الله تكوينا وتشريعا تكوينا وتشريعا من أراد الله بدأ بكم تكوينا وتشريعا ومن وحده قبل عنكم هذا هو التوحيد الذي أخبرتكم عنه من أنه فكرة عن الله نأخذها من المعصوم وإلا فنحن لا نعرف الله لكنها فكرة مناسبة لتنظيم علاقتنا مع الله تأتينا من خلال المعصوم ما هو توحيد عندنا لا يمثل معرفة حقيقية عن الله وإنما يمثل معرفة حقيقية بخصوصنا بالنسبة لنا فما نعرفه عن الله بما يناسبنا مثلما هذه الحيوانات تعرف عن الله ما يناسبها حتى هذه الفيروسات تعرف عن الله ما يناسبها ما كل شيء يعرف عن الله ما يناسبه وإلا لما كان موجودا وجوده دليل علاقة فيما بينه وبين الله وجود أي شيء دليل علاقة فيما بين ذلك الشيء الموجود وبين الله وإلا فعلاقته بمن هذا الموجود أيًا كان علاقته بمن هل بغير الله هل يوجد غير الله فعلاقة كل موجود هي بالله ووجوده وجود الموجود عنوان علاقته بالله بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده الزيارة هنا محرفة توجه بكم النص الصحيح توجه إليكم ومن قصده توجه إليكم موالية لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهدات الأبرار وحجج الجبار هذا الجانب الديني المعرفي بكم فتح الله وبكم يختم هذا فتح وختم فيه الجهتان جهة التكوين والتشريع بكم فتح الله تشريعا وتكوينا وبكم يختم تشريعا وتكوينا وبكم ينزل الغيث هنا الكلام تكويني صريح وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وهنا يأتي التمازج ما بين التشريع والتكوين في الحالات النفسية والوجدانية التي يعيشها المؤمن بدين العترة إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة يا أيها الشيعة الذين تقولون إننا شيعة لعلي الدين ما هو بفكرة حزبية الدين علاقة مع الله وأساس العلاقة تكويني أولا ويأتي التشريع في سياق العلاقة التكوينية ألا يقولون هكذا في علم الكلام وهم مصيبون في قولهم هذا من أنه يجب علينا أن نعرف الله لماذا لأن الله هو المنعم الذي أنعم علينا ويجب علينا أن نشكر المنعم هذا كلام صحيح والإنعام أمر تكويني لا أريد أن أذهب بعيدا مع المتكلمين في ترهاتهم لكن بداية الكلام لأنهم أخذوها من النبي والعترة الطاهرة جاء الكلام سديدا علاقتنا تكوينية ويأتي التشريع في سياقها والدين الحقيقي أن نعيش الممازجة بين التكوين والتشريع وينعكس هذا على حياتنا الدينية والدنيوية هذا هو الدين أما هذا الذي يتحدث عنه السيستاني ويتحدث عنه البروجردي ويتحدث عنه الخوئي ومحمد باقر الصدر والآخرون هذا دين الأعراب هذا دين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر